خفضت المؤسسة الاستهلاكية المدنية أسعار 51 مادة تباع في أسواقها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط وبموجب قرار مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية تم تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 4% إلى 26% وشملت الحليب والبيض النباتي والأجبان واللحوم المعلبة والحبوب والمنظفات ومستلزمات الأطفال من جهتها استأنفت وزارة الصناعة والتجارة اصدار نشرة اسبوعية استرشادية للمواطنين لأسعار سلع غذائية أساسية حيث أصدرت اليوم نشرة لأسعار 30 سلعة خلال الفترة من العاشر إلى السادس عشر من شهر نيسان الحالي شملت مادة الأرز والسكر والزيوت والحبوب والدواج واللحوم وحددت سعر الجملة لكل سلعة والسعر العادل للمستهلك كحد أعلى